اشتركوا في القناة استشفائي للعيبة طبعا المجهدة اللعيبة اللي شاركت في المباراة بالتالي علشان يكون فيه نزول بالاحمال ما بين اللعيبة بينها وبين بعضها اما الجزء الاخر للعيبة اللي ما كانتش موجودة فيها الصفر وايضا اللعيبة التي لم تشارك كانوا موجودين فيه تدريب اساسي اليوم واكيد التدريب كان قوي جدا وكان فيه ارتفاع بالحمل البدني علشان خلاص ما فيش وقت بكرة يكون يوم الاربع الخميس والجمعة ثلاث ايام فقط والاستعداد للمباراة اللي هكون يوم السبت ان شاء الله وبالتالي الاخبار النهاردة جيدة الاخبار ان شاء الله يكون فيها بشاير واول بشارة هي ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر جاهز للمباراة بتصريح من الكابتن سيد عبد الحفيز وقال ان الشناوي جاهز للمباراة بعد ما طبعا يعني كان عنده ورم لكن الورم تلاشى تماما وبالتالي بدأ ان هو يكون موجود فيه تدريبات خاصة بيه هو الوحده طبعا اصابة الامكل او اصابة الكاحل بتكون صعبة شوي بسبب ان الكاحل ده هو اللي بيعمل اتزان للجسم كله وبالتالي بنتكلم على محمد الشناوي واحد من الحراس الاساسيين سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي وجوده مهم جدا لكن ايضا علي لطفي شريف اكرامي حتى احمد طارق سليمان مصطفى الشوبير اي حارس مرمى موجود بتكلم على افريقيا او في بطولة الدوري العام اي حارس مرمى موجود جنات الاهلي هو جدير بالمسئولية وجدير انه يحرص مرمى النادي الاهلي لكن طبعا حصل ان الطارم اللي كان موجود ده تلاشى تماما وبالتالي محمد الشرناوي النهاردة كان حريص مع طبعا اخصائي التأهيل انه يكون موجود في الجيمانيزيوم علشان يؤدي بعض التدريبات اللي بيكون فيها بعض الثبتات والتقوية لكاحل القدم لكن محمد الشرناوي ان شاء الله بنسبة جبيرة جدا جدا هيكون موجود في مباراة يوم السبت القادم موجود محمد الشرناوي بيعطى دفع قوي جدا للعيبة ايضا كمان موجوده بيطمن اللعيبة واكيد بيطمن الجمهور اللي ان شاء الله هيكون موجود ويملى الملعب الخمستاشر الف انا عارف ان العدد كان من عشرة بقى خمستاشر الف لكن ان شاء الله الخمستاشر الف اللي هيكونوا موجودين دول يقدروا يكونوا بمئة الف مشجع ده الخبر اللي اكيد كلنا ايضا تابعناه النهاردة ان الامن يوفق على زيادة الجماهير من عشرة الى خمستاشر الف في مباراة شبيبة الثورة في ملعب بورج العرب وبالتالي طبعا خمس تلاف زيادة اكيد طبعا رقم يعني رقم كويس جدا خمستاشر الف موجود في الملعب اعتقد ان شيء مهم جدا زي ما قلنا الجمهور دايما هو اللعب رقم واحد الجمهور دايما الناد الاهلي بيطمن او لعبته ومجلس ادارته كل واحد بيطمن لما بيشوف الجمهور مالي الملعب طبعا عارفين تاني يعني بنقول تاني التشجيع فقط لغير التشجيع لفريقي من اول التسخين لحد نهاية المباراة وجمهور الناد الاهلي اكيد بيضرب امثلة كتيرة جدا جدا في المواقف اللي زيكت طبعا المباراة هكون مضغوطة والمباراة هتكون يعني طبعا مضغوطة لكن فيها تنافس لكن داخل الاطار الرياضي داخل المنافسة الرياضية فريق شبيبة الصورة فريق جزائري عربي شقيق لكن المباراة نادي الاهلي عايزة تلات نقاط وبالتالي لازم جمهور الاهلي الواعي الواعي جدا يكون عارف ان من بداية المباراة مفيش استعجال مفيش استعجال علشان قاطر في الوقت المناسب ان شاء الله الاهلي قادر على انه يحرز هدف وبالتالي وجود الجمهور هيفرق جدا 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 معان وده الشيء اللي دايما بننادي به علشان لما الجمهور يكون بيضرب مثل بالشكل الجيد اللي احنا متعودين عليه كل مباراة الناد الاهلي يطلب فيها زيادة عدد الجمهور الامن ان شاء الله يوفق ومش يكون فيه اي مشاكل تماما تماما فجمهور الاهلي ان شاء الله يبقى موجود يوم السبت الخمستراشر الف متفرج الامن سمح بيهم ان شاء الله يكونوا موجودين بالكامل ان شاء الله الاصابات احنا عارفين ان فيه بعض الاصابات اللي موجودة في الناد الاهلي طبعا شريف اكرامي بنتكلم في حسام عشور بنتكلم في وليد سليمان محمد نجيب لكن محمد نجيب